اهلا بكم في الورشة الفنية النهاردة نتكلم معاكم عن العلبة الرئيسية لسيارة نيو اكسنت السيارة من عائلة هينداي موديل 2011 هنبدأ بفكة غطاء العلبة الرئيسية لنتعرف على اسماء ووظائف كل اجزاء العلبة من خلال الداة والبيانات الموجودة على غطاء العلبة الرئيسية كابل الكهرباء عبارة عن كابلين كابل بيتجه الى المرش والكابل الاخر يتجه الى العلبة الرئيسية لتوزيع الاحمال الكابل المتجه الى العلبة الرئيسية بيمر على الفيوز الرئيسي قمته 125 امبار ومن الجه الاخرى للفيوز بيخرج الى هذا الكابل ويمر هذا الكابل مع الضفيرة الى مكان تثبيته في الدينام ومن خلال كابل البطارية بيخرج الخط المباشر لتوزيع الاحمال ومن هذه الاحمال الخط المباشر 40 امبار وخط الكنتاكت 30 امبار وخط كتاوت اريداتير ايضا يخرج من الفيوز الرئيسي خط لتوزيع الاحمال على عدة خطوط من هذه الخطوط خط كهرباء لزجاج الابواب كمته 30 امبار وخط كهرباء لوحدة الابي اس كمته 40 امبار وخط لكتاوت التكيف كمته 10 امبار وايضا خط لبلور التكيف وكمته 40 امبار وايضا عدة خطوط اخرى الكتاوت الرئيسي من الاجزاء الهمة في العلبة الرئيسية لتوزيع الاحمال ايضا كتاوت مروحة الريداتير وكتاوت السرعة الاولى لمروحة التكيف وايضا كتاوت السرعة التانية لمروحة التكيف وايضا يوجد عدة فيوزات همة منها فيوز وحدة الكنترول كمته 10 امبار وخط اخر لوحدة الكنترول كمته 20 امبار وخط كهرباء للحساسات وايضا خط كمته 30 امبار واصل لوحدة الكنترول وكل خطوط وحدات الكنترول تؤثر على دوارة محرك السيارة ده فيوز كتاوت الريداتير وده فيوز كتاوت سرعات مروحة التكيف نتابع ترتيب توزيع الكهرباء من كابل البطارية بيمر الى العلبة الرئيسية الى الكابل المباشر وكابل الدينامو والفيوز الرئيسي ومن خلالهم كما شرحنا بيبدأ توزيع الكهرباء نتعرف على اسماء ووظائف الريليهات الاول هو ريليه كالاكسات التاني الكتاوت الرئيسي لتوزيع الاحمال على عدة خطوط كتاوت بلور التكيف كتاوت مضخة البنزين وطبعا ده من الريليهات الهامة في السيارة وأمامه كتاوت لا يقل لاهمية هو كتاوت المرش ده كتاوت مروحة الريداتير كتاوت السرعة الاولى لمروحة التكيف كتاوت السرعة التانية لمروحة التكيف وده كتاوت كومبروسر التكيف نتابع اسماء الفيوزات طبعا بنبدأ بالجيوز الرئيسي لتوزيع خطوط الاحمال خط واصل وحدة الكنترول كمته 20 امبير وخط واصل من الكنتاكت كمته 15 امبير وده بيصل الى مطور ضبط مستوى النور في المصابيح الامامية لاعلى ولاسفل ده خط واصل لسويتش الفرامل ومن خلاله بيصل خط لوحدة الـ ESP ده خط واصل لكتاوت وحدة رفع زجاج الابواب وكمته 30 امبير ده خط واصل لكتاوت بلاور التكيف كمته 40 امبير ده خط ملغي وده خط كمته 10 امبير واصل لكتاوت كومبروسر التكيف ده الخط المباشر الاول الواصل من البطارية كمته 50 امبير وده خط واصل لوحدة الكنترول كمته 30 امبير خط واصل لكتاوت مروحة الرداتير كمته 30 امبير ده خط واصل لكتاوت سرعات مروحة التكيف وكمته 30 امبير ده خط الكنتاكت الاول كمته 30 امبير ده خط الكنتاكت التاني كمته 40 امبير ومن خلالهم بيبدأ توزيع الأحمال مع تشغيل الكنتاك وده الخط المباشر الثاني من البطارية لتوزيع الأحمال المباشرة قيمته 30 أمبير وده خط قيمته 10 أمبير واصل لوحدة الكنترول خط واصل لكتاوة الكالكسات قيمته 10 أمبير وده فيه اشتوصيل الخطوط للعلبة الرئيسية لباقي الأجهزة المختلفة في السيارة أتمنى أن يكون الشرح واضح وبسيط وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة